شوف النصوص دي وشوف تعامل الناس مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام طيب نبدأ بصحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه نذكر من صحيح البخاري حديثين بس بنذكر حديثين إن شاء الله وتعالى نمش ليه باقي الكتب قال ذكر السند إلى أن قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية أي العبد فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية لكن يسمع ويطيع في غير المعصية لقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم طيب الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره بغير العدل وبغير تقوى الله فإن عليه منه أي وزر أي فإن عليه وزرا طيب هذا في صحيح البخاري وهذان حديثان أنت حاسب معي هذه حديثين جيب صحيح مسلم في حديث واضح حشان ما يقول لك دايزة أبيك حاكم عادل وذاك طريق السيويدان قال سلمان رضي الله عنه وقال لعمر رضي الله عنه وحدين جايبين آثار يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما طعت الله فيكم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كذا وكذا وكذا يا ذول أسيب جيكين أحاديث عديل وقوال السلف والصحابة ومنهم السلف ومنهم صحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنون أبو هريرة رضي الله عنه منون أبو ذر الغفار رضي الله عنه منون أبو بكرة أبو بكرة الثقف رضي الله عنه ومنون أنس ابن مالك رضي الله عنه طيب وهل سلمان رضي الله عنه يا طارق السويدان غير هل مرق الناس مظاهرة هل مرق الناس مظاهرة هل مرق النسوان والرجال قال له نمرق ضد النظام طيب ده في صيح مسلم دي لك يا جماعة ذكرنا حديثين في البخاري انتوا حسبوا معي الحديث رغم ثلاثة اللي هو في صيح مسلم دي لك في البخاري قال أنا بحاول شنو اختصر الأسانيد ويكفي التخريج ويكفي ذكر الصحابي الراوي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني ومن يعصني ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطعي الأميرة فقد أطاعني ومن يعصي الأميرة فقد عصاني أدخل بيتك ما بدخل فقد عصاني فقد عصاني الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ما في الرغاة في الرغاة والشدة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك أشيل بتمشله التنشيط وشيل بتمشله وتمضائك قال وأثرت عليك إذا استأثروا بحقك فاسمع وأطل ده في صيح مسلم ده الحديث رغم كم طيب الحديث ده رغم أربعة الحديث رغم خمسة قال عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي خليل منه الرسول عليه الصلاة والسلام إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف أنا أسمع أشنو وأطيع طيب الحديث البعض رغم كم ستة عن جناد ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامد الله إذا كمان حديث واضح وضوح الحاكم ده لو شال حقك تصبر قال لك شال حقك الكلام ده كيف ما إن مركت ما بيبقى شال حقك بس حقك ويكتلك ما رأيك يكتلك الناس يأخفي السوق بدعا أملوا بحكمة يقول لك المال تلت ولا كتلت طيب قال قال دخلنا على عبادة ابن الصامد وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي عبادة ابن الصامد رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا بايعنا على جنو الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا وأن لا ننازع الأمر أهله أهله حكم وأن لا ننازع الأمر أهله إلا متين نازعون إلا أن تروا كفرا كفرا ما معصية إلا وأن لا 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 ناهية إلا استفنى وأن لا ننازع الأمر أهله إلا بس في الحالة دي إلا أن تروا ما يشاء عساي إلا أن تروا كفرا ما معصية ولا فسق يقول لك آه مولانا والرقص الحاكم كيف الرقص كفر ولا معصية معصية لا لا ما يهو لا والقروج دي كان شاء له كيف ما يهو معصية ولا كفر معصية ظلم ما يهو يا مولانا والزول إن بنى عمارة في ماليزيا كيف وانت مجد تأجر هناك كيف ممكن ده حق توازي لا وكان بناه معصية لو ثبت لو ثبت معصية نحن هم نقولها لكن لو ثبت معصية ولا كفر والله معصية من يهو الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا 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 يعني شنو واضحا لا لفس فيه عندكم فيه أو عندكم من الله فيه برهان ده حديث من الحديث الحديث الذي بعده ده الحديث الرغم كم طيب قال عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين يعني لازمت وقعدت معاه كم خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أي مات خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر يعني بكتر قالوا فما تأمرنا قال فو فو يعني أوفو فو بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم انت ادي حقه طيب حقنا نحن الله بيسألك الأومات ذاك الله بيسألك سبحانه وتعالى طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله قال وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا الحديث رغم سبعة سبعة أحزبوه من سبعة أحزبوه من سبعة أدوء ذاك ما هدية لهم أحزبوه من سبعة طيب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث واضح ما يقول لك يا الحديث ذي في الحاكم العادل ويزا حكم بالحق وكذا وزي عبدالحي يوسف ولا طارق السويدان ولا غير دا لو شال حق قاعدين ظالم ودرد على الشين آدم إبراهيم الشين نازل والله الذي لا إله غيره ناس ما ناز حق لو زال حق كان اتبع النصوص ولو زال دين جد كان بيبدأ بالعقيدة ولو شجاح حق كان بحارب أهل الشرك أول شيء والله كان ذا على التوحيد انت هاي جو قاعد مقاعد ما لك الله يشال حقنا وناس الشرك شالوا حق منه شالوا حق الله أعظم ياته والله قادر يشيل حقه لكن قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم امتحنا بتلبد ولا بتناصر الحق دافع عن الله سبحانه وتعالى قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها أثر دي استئثار بحقوق الغير كما قال الإمام النوي رحمه الله في شرعه لصيح مسلم وأمور تنكرونها اقع في منكرات الحاكم دا اقع في منكرات لكن ما كفر ظالم لكن ما كفر واجب عليه توب ويرجع إلى الحق لكن لو ما رجع أنا أخرج عليه شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لكشن قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك مش دا كلام واضح يا جماعة كيف تأمر من أدرك منا ذلك لما نلقى حاكم نجد حاكما يستأثر بحقوق الغير ويفعل تلك المنكرات قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وتسألون الله الذي لكم ما قال مرق عليهم ابتجى حديث أوضح من كذب في صحابة عديل بيسألوا بيقول له السيف نشيل علينا السيف ننابز بالسيف بيجيك حاديث الليلة واضحة إلا تجروا تاني إلا يشوفوا لون حاجتاني ما تقبلوا علينا سدين والله ونحن طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى أن يسمع هذه الكلمات أقوام جهلوا حكم الله فيعرفونه فيرجعون إلى الحق والله اللي قلت شاب الشاب دا الله الدو قوة في جسده قوة جسعني في الكلام في الفتحاب قال له الخروج جبت له قوال أئمة الأربعة ولا حاديث هناك اشتليه المسألة بكرة حصل له موقف قدامه قال له والله أنا من الغضب يدي بترجف قوي قال له والله ما شاد دخلت مكتبي بس قعدت ما قدرت أكتبيش قلت طالما حرام والله ما أضاري بزول ولا أخرج طالما حرام وكثير من الناس كذي استغلوا ديل دعاة الباطل وأئمة السوء الأئمة المضلون والسياسيون أيضا استغلوا جاهل كثير من الناس عاطفة ويقودون للمهلكة كالنعاج والله ون يتفرجوا من بعيد حسنا دعاة البلاء وقال قدم نفسه يبقى رئيس يا جنة يبقى الزيت يبقى كيف زاته يبقى الزيت عشان تبقى تبقى رئيس رئيس علمنا طيب قال 달 يبقى رئيس عادين يبقى الزيت نذكر الحديث طيب قال عن عبد الرحمن ده الحديث رغم تمانية قال عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر ابن العاص فإذا عبد الله بن عمر ابن عمر بن العاص رضي الله عنه جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه إلى عبد الله بن عمر صحابي جيل رضي الله عنه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة يعني المنادي نادى الصلاة جامعة قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك الله اسمع الحديث والله يجمع دم أعظم الأحاديث المؤثرة بهذا الباب وأي زول عنده إنصاف وأي زول دائر الخير ليه نفسه ولأولاده وله عرضه والله يسمع الحديث ادخل بيته طوالي شغلك والبيت والمسجد وزيارات وتمشي وتجي وما تشارك في أي مظاهرة والله الذي لا إلى غيره والكلام نقوله تطبيل لحاكم ولا رضا لفلان أو علام من الناس لو الليل الحكومة انقلبت وجوه حكومة تانية مسلمة أيها نحن بنقول مبجوز الخروج وده الحديث رغم تمانية طيب قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم يوريون أي خير بعرفه للأمة عشان يعني ينالوا هذا الخير وينذرهم من أي وينذرهم من أي شر وينذرهم طيب قال وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أولها جُعِلَةِ العَافِية في شنو لوال الصحابة ذي الفي عافية طيب قال وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا يعني تجي فتنة أذول قلت تجي فتنة تانية بعد أكبر منا القبلية تشوف تاني تجي فتنة أكبر القبلية تشوف يرقق بعضها بعضا قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحبى شوف النصيحة وين لما انتجي الفتن قال فمن أحبى يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته الموت فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه اديه نشله بحب الدون له طيب ومن بايع إماما ده الشاهد من الحديث ده الحديث رغم تمني ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع تطيع إن استطعت فإن جاء آخر جا حاكم تاني وده الحاكم ده قاعد جواحد تاني فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه ذاك التابعي دنى من الصحابي قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه قال وقال سمعته أذني ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل يتكلم عن منه معاوية رضي الله عنه قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أجمع العلماء على أن أفضل الملوك بعد الخلفاء الراشدين وهم خلفاء هو معاوية رضي الله عنه أفضل الملوك وأفضل من عمر بن عبد العزيز ولا مقارة بينهما طيب قال هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله أطعه في طاعة الله وعصه في مأصية الله كان أمرك بطاعة أطيعه كان أمرك بمأصية ما لك ما تعصيه الرد على الشبهة أن معاوية رضي الله عنه جاءه المسور المسور ابن مخرم رضي الله عنه ف المسور ابن مخرم رضي الله عنه أيوة فناقشه في بعض الأمور قال معاوية رضي الله عنه تبت إلى الله تعالى فهل لك بعد هذا حج قال لا يا معاوية انتهى الآن الحديث الذي بعده ذا الحديث التاسع ذا الحديث التاسع عوائل الحضرم رضي الله عنه قال سأل سلامة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله وعي وسلم فقال أسمع الحديث ذي واضحة كيف ما بجوز الخروج حرام تمرق مظاهرات واجب عليك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال سأل سلامة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله وعي وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء هل لقى الله أسمع الكلام ذا واضح كيف ودي هذا صحيح مسلم هذا برضو كوز هذا برضو كوز الدوك كم لشان تجيب الدم هذا برضو قال فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم بطلب مننا حقهم ذا الأمر ويمنعوننا حقنا في كلام وضح من دايما هم بطلبوا حقهم ولمن نجي لي حقنا ما بدون دا سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام قال فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم مش كلام واضح فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كله بتلقاوا قدام بتلقاوا بس انت تصبر كيف الحديث الذي بعده دا الحديث العاشر دا كمان من أوضح على حديث لما الناس الجزولي وحمد علي الجزولي والجماعة ديل المجارمة ديل مش يضاعفوه عديل ها في صح مسلم مش يضاعفوه عديل واضح دا ما بيتشوف دا واضح وضوح حاكم ظالم عديل شال قروشك وجلدك جلدك مش بمبانز جلد عديل جلد خراتيش طيب قال حذيف بن اليمان في صيح مسلم قال حذيف بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا كنا بشر زمان كنا في جاهلية وشر فجاء الله بخير بهذا الدين فنحن فيه الليل نحن في خير الحمد لله صحابة فهل من وراء هذا الخير شر تاني بجشر قال نعم في رواية وفيه شنو لما نيجي في الشر بيقول شر لما نيجي في الخير تاني بقول وفيه شنو دخن قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم إنه قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة اسمع الكلام ده واضح كيف يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم رجال الحكام ديل والأئمة ديل معاهم أعوان رجال معاهم جنود تانون وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس دي الناس عدل ولا ناس شر ناس شر طيب الحل شنو قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك مجد كلام واضح كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع كلام ذلك ما واضح ولا ما واضح طيب نمش ده الحديث رغم عشر الحديث رغم حداشر عن أبي هريرة رضي الله عنه ديل في صيح مسلم ديل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية دي سو خاتم يا أستاذ دي سو خاتم قال الشهيد وشهداء الثورة وجايبين صور وكذا 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 دي سو خاتم يا أمة دي سو خاتم طيب وحدين والله لقيتهم في المزعل دي والقضية دي بتعب فتن واحد تلقاه صور في البنات من جوة هي البنات برة وجوة من القزاء صور يا جماعة دي الناس دي ناس يا جماعة الجلي الدكيف شوف المرة دي بشيلوها من وين شوف برفقوها في التاتشر من وين شوف المرة دي جات أزمة شوف المرة دي نفسها يا دول يا ناس نحن بنقول للنساء أدخلوا البيوت لكن أمرقوا برة وظاهروا مجل على حرامي ولا صائل على حاكم أمرقوا مظاهرات عديل وبنبان وجلدون وتدكورك تحتاج تحتاج ما إنت اطلعت أنت المرة ما هي كانت مكرمة معززة قاعدة في بيتها أنت اطلعت الله سبحانه وتعالى من أهبط آدم وحوى من الجنة قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما شيطان ما يمرقنا اللي اتنين لمن تمرقوا اللي اتنين فتشقى آدم براه لأن الراجل هو البمرق براه بمرق السوق ويشتغله البدعب طيب قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية في بعض النسخ وفي بعض الضبط بضم العين عمية قال ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه دي كمان براءة ما شيء تحيلك ده الحديث رغم طيب نمشي للحديث الذي بعده دهك رغم اطناشر مش حداشر الجايد اطناشر طيب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كلها في صحيح مسلم إلا الاثنين الأوايب في البخاري وفي البخاري ويكون في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ما قال فليخرج قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية الحديث الذي بعده قال عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية الحديث الذي بعده الحديث رغم كم أربعة عشر قال عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان قال زمن يزيد ابن معاوية فقال فقال أحدهم أو فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة ده عبد الله بن مطيع لما شاف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يقال له أبا عبد الرحمن قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك ليحدثك حديثا سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية طيب الحديث الذي بعده هذا حديث رغم خمسطاشر عن عرفج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان الحديث الذي بعده ليو حديث رغم ستاشر يعني تدعون لهم بالخير ويدعون لكم شنو؟ بالخير وشرار أئمتكم يعني أقعب أئمة حكام يكون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم بتكرهون وهم شنو؟ بكرهوكم وتلعنونهم ويلعنونكم انتو بتلعنون وهم شنو؟ بلعنوكم قالوا قلنا يا رسول الله ده الصحابي عوف ابن مالك ابن مالك شو الكلام ده واضح كيف؟ قلنا يا رسول الله أفلا ننابزهم عند ذلك؟ لما نبغو شرار إننا نبغضون ونبغضون ونلعنون ويلعنون أفلا ننابزهم عند ذلك؟ سف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة والله أنا ملقي توضح من الحديث حاكم وقع في معصية وده بيجمع عليك التفسير الصعيح لشنو؟ لالحاديث السابق قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله من معصية الله قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة مش كلام واضح أجمها؟ هسه ذا دار شرح قال لك معصية دي تكره لكن ما تنزع يدا من شنو؟ من طاعة تخرج عليه الحديث رغم سبعة تاشر الحديث رغم تمنتاشر أو تزعتاشر تمنتاشر طيب في سنن النساء كل الكتب جبنا بخاري ومسلم وصيح سنن النساء للألباني والترمذي وابن ماجا وما كذي بس وكل لون وما ذي البس وسنن نبي داود والداريم وغيره والسيسي للصحيحة ما في الكتب دي كلها كتب السنة بتقول ما بجوز الخروج إلا الجماعة ديل بتاعنا الغنى ذيك بتاعنا الرقيص بتاعنا السياسة وده داريمسيكه قال داري بقى وكمان عنده برنامج انتخابي وكذا وإلى أخيري وقال اللي يام دي ما دار أبدأ معركة مع الأحزاب ديل شيعين وغيره ما دار أبدأ معاكم معركة أنا الآن معركتي عليك قال الله خلوني بس مع المؤتمر الوطني من السي داري اللي خبتة وبعدين قال داري مناظرة معاكم المشكلة طفش بر البلد هس أنا داري مناظرة معاكم قالين فيك وين أنا داري وقاعد في السودان دي لا مارك ماليزيا ولا غيره قاعد في البلد اتكاذي تعال تعال قرب خوابين مارقين ولو دين انت مارك ليه لو دين يا ذنون وغيره انت مارك ليه يا أخي موسى عليه السلام ما شاله فرعون هناك وقال لو لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ذنون قال خطاب عمر البشير زي فرعون وقال صبروا له بس 6 شهور ولا السنة الجاية بيقول لكم أنا ربكم الأعلى عديل عليك الله في فجور في الخصوم أكتر من دي تلاتين سنة وقاعد في البلد دي ما قال أنا ربكم الأعلى بس يقول السنة دي يعني عشان يتبقيت مرشح معه وقال قال مرشح مع الرئيس قال قاطع النص عمك ومارك ماليزيا وبشكر في الصوفية وانا ما جايك له شكر في الصوفية جايبينه في صورة مع الترابي وقال بناظر أهل الدين وما قادر يميز بين حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين أثر عمر بن الخطاب انثبت عنه وداري ناظر منه ناس الدين ذنون الله البلد دي غايته لف ودوران وايزو اللي تكلم ودو من بريكوريك بس وجبن عجيب ما لقينا عبد الحيوسف ده يصادم أهل الشرك بل ما شالي ناس ودلوا بيض عبد الحيوسف قال لهن جينا ندعلم منكم الدين للخليفة وشال مع الفاتحة خدت شال مع الفاتحة وقال جينا ندعلم منكم الدين وجاي بيجاي طالب بالعدل أعظم عدل التوحيد أعظم عدل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز قبل ما الطالب بل عدل مع الناس طالب بل عدل بإعطاء الحق لصاحب الحق لله سبحانه وتعالى توحيد يا أخي شرك منتشر طيب ده في سنن النسائي في الحديث رغم أربع الف مية أربع وسبعين قال عن أبي وائل والشعب قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك قال قل فيما استطعت قال فبايعني قال والنصح لكل مسلم أي وأن أنصح لكل مسلم طيب السلسلة الصحيحة للألباني نواصل في الحديث حديث معاوية رضي الله عنه ده حديث لجمع من الصحابة ده الحديث رغم واحد وعشرين طيب هو حديث معاوية وابن أبي سفيار رضي الله عنه وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي غريرة رضي الله عنه وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة وفي الرواية الأخرى الآخرة منهما وسبق ذكر هذا الحديث أيضا في بعض كتب السنة الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أيضا من أوضح الأحاديث عن العرباض بن ساريا رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السيسلة الصحيحة وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغدات موعظة بليغة بعد صلاة الفجر ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب أو وجلت منها القلوب يعني خافت فقال رجل من أصحابه يا رسول الله كأنها موعظة مودع أي فأوصن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن كان عبدا حبشيا يعني تسمع شنو وتطيع فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وآذى فيه وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم هو في السيسلة الصحيحة برغم ألف وسبعمية تمانية وخمسين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة ذيل منه رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه من ابن السبيل يقول عنده موية في الصحراء بكفيه عنده زيادة وبيمنع من ابن السبيل هو في الصحراء قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك حلف له بالله مع الصلاة العصر قال له والله اشتريت بكذا وكذا وذاك صدقه هو كذب التالت هذا الشاهد من الحديث قال ورجل بايع إماما ورجل بايع إماما يعني حاكما أميرا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يفي كلام ذلك ما واضح ولا ما واضح واضح الحديث الذي بعده وهو في سنن الدارم ده الحديث رغم كم 24 حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآن قربنا إن شاء الله حديث كثيرة جدا قال حدثنا أبو رجاء في سنن الدارم العطار دي قال سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية هذا الحديث رغم كم 24 والحديث رغم 25 في صيح مسلم وفي غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو مشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم نرى إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم وفي لفظ يسخط لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم ويكره في الرواية الثاني أنصح والنصيح فيما بينك وبينه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم كما ذكرناه آنفا من كانت له نصيحة الذي سلطان فلا يبده علانيا وليأخذ بيده وليخل به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعت المال دي خمسة وعشرون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن التقي بك فيه خمسة بل بك فيه شنو واحد بس واحد الرسول قال لك ما تمرك صلى الله عليه وسلم وقال لك وشرار وإمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله عوف بن مالك أفلا ننابزهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة مساجد مفتوحة والصلاة شغالة وإن ظلم وإن جار ودي أقوى لا إما جمان ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ودهما ذهب السلف والناس الممرقوا على الحكام في المنابر وهيجوا الناس زي محمد الأمين إسماعيل وزي آدم إبراهيم الشيخ الشين 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 وزي وزي محمد علي الجزول محمد علي الجزول وزي نازنون ديلك البكورك من بر وزي ديل كلهم قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والقعدية والناس اللي بيقول لك سلمية سلمية ذاك بغني قال سلمية سلمية والناس في السجوم مرمية يا ود والله الناس اللي تفسحوا فسحة في البلد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال والقعدية قوم من الخوارج دا صنف منهم يزينون الخروج ولا يرونه ما بشيلوا الصف لكن بهيجوا الناس بالخروج وفعلوا وكذا وهؤلاء فعلوا وقال لنا هذه شجاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر